أهلا بكم السمنة مرض قاتل السمنة ليس مرض واحد السمنة مجموعة من الأمراض إذا لم يظهر عندك المجموعة فده مش معنى أنها مش هتظهر يعني دايما وفي مرضى السمنة مستقفين بيقولوا جملة لطيفة أو بحب بسمحها منهم يقول لك أنا لغاية دلوقتي ما بعانيش ألم السمنة بس صح لغاية دلوقتي لكن ممكن فجأة تلاقي اتنين ثلاثة بدأ يظهر وتلاقي السكر بدأ يظهر الضغط بدأ يعلى تلاقي المفاصل بدأ تتأثر تلاقي اللي انزل لك بدأ يبان تلاقي مشاكل في المعدة تلاقي بقى بدأ الكبدة وجعك دهون تلاقي الكلا وظيفها بدأ تتأثر دي كلها نقول عليها مصاحبات لمرت السمنة فخلي بالكم أنه عدم وجود الشلة مع بعضها اللي هي سمنة ومضعفتها والأمراض المصاحبة معها دا مش معناها أن انت يعني بالبلد كده انت مش تفضل محصوص على طول انت محصوص كده ان انت عندك سمنة معهاش حاجة لكن ما تتوقعش ان انت تفضل محصوص على طول ممكن جدا حظك ده يسوق بعد شوية تعالوا نفهم هذا الكلام مع ضيف العزيزة القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم جراحات سمنة الأساس دكتور كريم صبري أستاذ جراحات سمنة والمناظر الأساس بكل الطب جامعة عين شمس والمدير لوحدة جراحات سمنة بمستشفى ودي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية ضيف العزيز الحاصل على أعلى تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة السرسي ده أنا عايزة أفهم السرسي أهلا بك يا دكتور مرورنا في الدكتور عايزة أبدأ بحتة مهمة قوي المشاكل الصحية اللي انت شايفها برضو 2021 أو تحكيني كده بدأت تلاحظ إيه الاختلافات واللي هو الأمور ثابتة كومبو ثابت ضغط وسكر وإنزلقات وضروفية ومشاكل تنفسية في البداية حياتي لحضراتك وكل أستاذ المشاهدين وكل فريق العمل الحياتي طبعا الاسرسي صحيح الاسرسي دي المنظمة أمريكية اه للجودة يعني هي نظام جودة بتحط النظام بتاعها في أي مكان في العالم فهي شهادة جودة زي كل شهادات الجودة العالمية بس دي حاجة يعني أعلى حاجة في جراحات السمنة يعني بتراجع البروتوكولات بتراجع تيم اللي شغال بتراجع طريقة العمل عموما في المراكز وهل أنت ماشي على القواعد الطبية الموصوفة الدولية ولا لا دي ولا تقييم دولي كل 3 سنين وأنصح بها لكل تخصصات مش لازم يعني تخصص السمنة المفرطة هي طبعا متعبة شوية في أن أنت تأخذ الحاجات دي ومحتاجها تقييم على سنوات بحيث أن أنت تقدر ويمكن لها أثر يعني فإن الناس ترمع أنت SRC accredited أنت على المستوى الدولي الأعلى في جراحات السمنة السؤال الثاني اللي هو الاختلاف في اللي حصل الأيام دي في السمنة المفرطة هو بس الأوارنس زاد معرفة الناس بخطورة السمنة زاد معدلاتنا في مصر في إجراءة الجراحات السمنة هو معدل عالي جدا بالنسبة للعالم عايز أقول كمان إن مصر في المركز متقدم أو في السمنة في السمنة في عدد العمليات فعلا دي حاجة هي نفسها في مرض السمنة ومرض السمنة بين سن 20 إلى 40 سنة وإحنا من أعلى يمكن من أول الدول في إصابة بيئة السمنة المفرطة تقريبا إحنا رقم واحد رقم واحد من 20 إلى 40 سنة إحنا بالنفس إن في دلت دول بتنبسوا على المركز إحنا أعلى حاجة في إحنا وأمريكا وقطر أمريكا عندهم سن الأطفال عموما الأعلى لكن طبعا إحنا السمنة المفرطة عندنا من 20 إلى 40 سنة وده سن العمل أنا شايف أن ده في منتهى الخطورة ومحتاج لكن اللي حاصل في السنوات الأخيرة إنه يعني لو قرنت النهاردة بـ 7-8 سنين زمان لا النهاردة الناس عندها أورنس عالي الناس بتعمل عملية السمنة بصورة يعني أكتر عدد أكبر السن اللي بيعمل عملية السمنة ربما يكون في سن الأطفال اللي هم بعد 11 سنة اللي ممكنش بتشوفها زمان الناس المصابة بالسكر بتعمل عملية السمنة للسكر بس كعلاج كعملية تحويل المصار أنا عند السكر راح أعمل عملية متابوليك سيرجي دي كامدة ما كانش موجود برضو من سنوات الأورنس زاد الناس تريد تستفيد من إجراء عمليات السمنة بصورة أكتر يعني الوعي الوعي زاد طبعا يعني زود ده إن الناس تتخلص من الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة ويمكن ده يعني إمباكت ليه إمباكت على نتاج الإنجاب في الفئة اللي هي المصابة بالسمنة أدى إلى برضو علاج بعض الأمراض المصاحبة للسمنة في فورطة زي الديسكة أو الغضروف المفاصل الصناعية يعني برضو لاحزت إنه التخصصات المختلفة للوقت يقول أنا جاي من عند دكتور النساء عشان أنازل الوزن عشان الإنجاب اللي جاي اللي هو مش هيقدر يركب مفصل أصلا صناعي على الوزن الكبير بيرجع وزنه للطبيع عشان يقدر يستفيد وأصلا من المفصل والله يعني ممكن أنا عملت في خلال الشهرين اللي باته دول اتنين فشل كلاوي مزمن على على غسيل بيجهزوا نفسهم لل ومش قادرين إنهم يزرعوا على الأوزان الضخمة زرع كلا وابترين نعملهم عشان نزلوا عزنهم أنا قصدي يعني دلوقتي التخصصات المختلفة من عظام من عصاب داكاترة عصاب أو داكاترة حتى جراحة عصاب لأنه مش هيقدر يشتغل على ديسك في حيان وزنه مئتين كيلو ولا مئتين كيلو ولا مئتين كيلو ما قصدي والركب اللي تعبانة اللي داكاترة بيرجعوهم عشان يقدروا يركب مفصل صناعي فطبعا الأويرنس حتى زاد عند التخصصات المختلفة ومحيس نحن مشتغل في يعني تيم ووركينج بصورة متكاملة يعني أكتر من زمان كان فيه زمان عند داكاترة البطنة اللي هو ما عملت سمنة إيه وتاع اللي انت عمالها عشان ما كانش لسه فيها ووركينج لكن دلوقتي طبيعي جدا روح والله أعملت كتير جدا داكاترة بطنة هم أصلا بيشتغلوا في هو هو سشير بطنة كذا حد عملهم هو هو عمل العملية نفسه لأنه هو فاهم الوضع أكبره ولما تيجي دكتور أخوه رايح يعمل عملية قوله عمله تحول مصر عشان سكر أنا بقيتها بس كان زمن فيه ريزيستنس اللي القصة دي هو أقول له انت عمل إيه عملية إيه و احنا فيه معلومة كانش موجودة في وقت من الأوقات احنا كنا بمفاجأة يعني يعني أنا فكر أول حالة كنت مثلا بتاكل داوة ضغط جات بعد جراحت السمنة مقافة داوة ضغط دي كان مفاجأة مفاجأة أه مفاجأة والسكر والسكر نفس الكلام فيها طيب أنا قدام situation المريض التوأم المشهور أو المزدوج الشرير أو الكلاسيك أداشا المشهور أو اللي هي السكر والسمنة أو سمنة والسكر حتى داوة بيستي دا اسم بقى مشهور طبعا طبعا ترمينولوجي مشهور داوة بيستي يعني سمنة والسكر مزدوج محصوص محصوص اه طبعا داوة بحصوص انه عنده أصلا سمنة وفريطة احيانا بيكون عندك يعني انت لو يعني داوة يعني داوة والله الشباب اللي هو الصغير اللي عنده سكر نوع أول ومعندوش ولا كيلو زيادة تعمل له ايه ما مملوش حال يعني مش قادر تعمل له حاجة لأسف وانا داوة وانا داوة مريض السكر اللي هو جاي وعنده شوية وزن زي دين دا يحمد ربينا انه أصلا عنده شوية وزن زي دين وبتنزل وزنك وتحس ان اللي انت عالكت استفدت من العملية كإنقاص وزن وخلصت من مرض عنيف قد يؤدي بالشبكة بتاعتك للهلاك يعني والكيلة بتاعتك للفشل والعصاب بتبقى مهزوزة وطبعا يعني دايما لابز يعني مزعج شوية ان امراض السكر وخصوصا فعالة من انتظام الادوية هي حتمية الحدوث المضعفات وقد تؤذي الاطراف وقد تؤذي حياتك العملية اصلا لانه السكر ما بحزرش يعني وطبعا وخصوصا انه كتر تعرض على المدى البعيد للسكر في نفس الشخص اللي بتعرض لعشرين تلاتين سنة ده انت يعني فطبعا انا بحس يعني ان العيان اللي هو مريض السكر مريض السكر هو مريض محزوز اذا كان عنده سيمنا وفريطة بيعمل عملية تحول المصار فعلا بتعمل كل ما يتمناه دكتور البطن من المريض انت عايز اي من المريض السكر يعني عايز يقلل كمية الاكل هنقلل لك كمية الاكل العملية حجمها اصلا احنا المعدة اللي تاكل فيها معدة صغيرة عايز تقلل المتصاص السكرية متاكلش سكريات احنا هنقلل لك المتصاص السكرية والدهون بالنسبة قد تصل ل70% بنعزل الجزء ده انت عايز من المريض اي تاني عايز مريد من ياخد أدوية غير الإنسولين عايز تديه جي البي وان عايز تديه فيكتوزة وعايز تديه حاجات أدوية احنا جي البي وان أصلا بيطلع من خلال إلسل في نهاية الأمعاء بنشط البنكرياس بصورة عنيفة جدا وبخلي الوضع يعني أقرب للطبيعي انت عايز من مريد السكر إيه يعني عايز تقلل وزنه عشان تقلل مناعة الإنسولين عشان الإنسولين دخل السكر للخلايا والدنيا تمشي هو فعلا السكر الوزن بينزل عموما ما فيش عملية سمنة بتنزلش يعني أقصد إن عملية تحويل المصار لمرض السكر هي عملية علاجية من أقوى العملية قل لي إيه البديل تاني مفيش هو عملية تحويل المصار بس طبعا بتعامل كجزء من الميتابوليك سيرجري أو جزء من جراحات السكر بس كل جراحات السمنة دلوقتي جدا جراحات السمنة والسكر الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر اسم جراحة السمنة والسكر وسيس جراحة السمنة والسكر القصد يعني هي بقى هي حاجة من الحاجات الموصوفة يعني هي دجراحة معروفة دوليا ومعروفة محليا ومعروفة في كل الجامعات ومعروفة في كل التخصات كل الناس عارفة ان في حاجة اسمها الميتابوليك سيرجي معروف بس طبعا وهاف ان احنا نستخدمها استخداما صحيح المزبوط ومش لازم بس نستخدمها للناس المصابة في السمنة المفرطة المرضية انت يعني ممكن ان تكون عندك بدل ما سنك ستنين ودلاثين او سكر يعني 15-20 كيلو فوق الوزن الطبيعي ومعندك شاء الله مشكلة السكر اعملها ووسع المعدة شوية قال المنسوق المتصاص مش لازم توصل يعني لدرجات من السمنة المفرطة اللي مش بتبقى بقى سمنة وسكر بس لا ده سمن بقى سمنة وسكر وضغط وكولسترول ودهون ومشاكل كتير في حاجة في السكر كمان مخيفة جدا اسمها الريفراكتوري دايبيتس السكر رافض للألك ده وارد جدا مع السمنة طبعا وارد جدا مع السمنة الريفراكتوري دايبيتس ده شيء مزعج السكر طبعا وحتى نوع الاول بيستفيد لو هيعمل عنده سمنة هيستفيد انه هيقلل جرعات الانسوليون كان عندي على فكرة عيانة قريب جدا للسوق ده والله هي هي سنها كله بقى لها السكر مصاب بقى لها 17 سنة وسنها كله 35 سنة سكر نوع اول وماشي على انسولين وده بندت وسمنة مفرطة دي محظوظة قوي حلو هتتحسن طب وانا هي هتتحسن جدا خلاني نوضح معلومة ان السكر من النوع الاول المصاب بالسمنة المفرطة دول قليلين اصلا مش كتير لانه هو معظم الناس اصلا عندها نحافة يعني في السكر من النوع الاول احنا دايما بنتكلم على السكر من النوع التاني العلاج لتحول المصاب طب سكر من النوع الاول النسبة اللي عندهم سمنة مفرطة انتوا محظوظين هتقلل جرعات الانسولين لأقل درجة من الانسولين وقفت حتى مضعفات السكر ما انتش خايف اثناء الوجبات اللي انت بتاكل ومحضر الانسولين سريع المفعول محضروا جنبك وخايف من السكر يرفع وتختار لا يعني هتلاقي الدنيا انتظمت بعد تحول المصاب بالسكر حتى من النوع الاول لن تتوقف على علاج انا يعني انا بس بفاهم الناس الدنيا ان السكر النوع الاول لن تتوقف عن اخذ الانسولين البنك رياس اصلا مش شغال واحنا ما بنزرعش بنك رياس احنا بنعتمد على تقليل كمية الاكل تقليل الامتصاص تقليل مناعة الانسولين تنشيط البنك رياس عن طريق غير مباشر بين خلال اللي سلو جي اللي بيون يعني اصد فيه احنا يعني استفادة قوية اذا كان هناك وزن سائد مع السكر هنتقل الى تكميم المعدة تكميم المعدة بالاجئة والسكر بيتعمله طبعا معلومة مهمة جدا يعني برضو يعني في منطقة حاجة مفيدة جدا جدا للناس سكرك من النوع التاني بقالك خمس سنين من الصباح بالسكر يعني مش من بعيد بيتاخد علاجات انسولين بجرعات قليلة او بتاخد اقراس بقالك شوية كفاءة البنك رياس بتاعتك كويسة ما تعمل تكميم مش لازم تعمل تحويل مصار هو التكميم على الجاكرة ما تقولك سيرجي عادية خالص يعني السكر الخفيف اصلا عندنا سكورز كده للحاجات السكر اللي بقاله اكتر من عشر سنين خمسة شهر سنة غير السكر اللي بقاله خمس سنين وبياخد اقراس السكر اللي بياخد انسولين بجرعات قليلة غير اللي بياخد انسولين بجرعات عالية الناس اللي حصل لها مضعفات من السكر السن نفسه بحد ذاته لكن عملية اللي هي السليف او التكميم المعدة من العمليات الميتابوليك اصلا هي مدرجة من ضمن العمليات الميتابوليك سيرجيري اللي عادية يعني قصد دي السكر الخفيف يعمله ده طب السكر الخفيف بنان عليه يعني ما بنان على السن وكمات الاسكورينج سيستم اللي احنا بنحق او الاسكورينج سكيل اللي احنا بنحط العين عليه بيقول والله انت ممكن تستفيد من تكميم المعدة وتعالج السكر كمان الخفيف السكر العنيف اعمل تحويل مصار افيد في موقف مشهور انه عيان بياخد انسولين سكر من النوع التاني وبياخد جرات عالية من الانسولين ومش عايزة تعمل تحويل مصار انا بحبش تحويل مصار خلاص اعمل تكميم واستفيد منها على وضعها كده ما انتش لازم يعني تعمل تحويل مصار مش حكم ان انت تعمل تحويل مصار طالما لم يوجد مانع لإجراء عملية تكميم أو عملية تحويل أنت يعني تقدر تعمل الحاجتين بس تبقى عارف قد إيه هتستفيد من دي وقد إيه هتستفيد من دي لكن مش حكمة نعمل لك العملية تحويل المصار في كل الحالات يعني برضو لما الناس بدأت تفهق أو بدأت تظهر تخوفات يعني فيه ناس دلوقتي مثلا تقولك لا لا تكميم لا ده بيعمل ارتجاع في المريء وأنا خير من الارتجاع وأنا أساسا كل شوية أعاني من الارتجاع أو بيروح ويجي الارتجاع الفه الزائد أو فيه عموما له ضربته أكيد طبعا بس يعني برضو ده حاجة مهمة عندك ارتجاع قيم نفسك بالنظار غالباً أتعمل تحويل المصار معدى قد يكون كلاسيكي مش لازم تعمل عملية تكميم هو الاختيار التخنية الخاطئة قد تؤدي إلى نتائج كارسية يعني طبعاً واحد عامل عنده ارتجاع أصلاً وعمل عملية تكميم وارتجاع يزيد وقد يؤدي إلى زياد الارتجاع بصورة مرضية أصلاً طبعاً عندهم حق الإكويمنت السؤالي المهم جداً الأجهزة الأشياء المستخدمة يعني هنا سؤال وفي باطنه سؤال آخر السؤال الواضح أنه عايز الناس بتسأل وعايز تفهم مدى فعالية التكنولوجيا في تحديث الأمان في أعطاء الأمان لأنه نعود من الجرحات السؤال الباطني يعني طبعاً هي طورت جداً طبعاً من المنزل كل ما بتعلم الحاجات كل ما زيد نسبة الأمان بصحية طبعاً إحنا عندنا تشالنجز كتيرة جداً تحديات جامدة جداً إنه المستلجات الطبية اللي ما يعود عليها أي نوع من الرقابة يعني أنواع مختلفة بشركات مختلفة بوضع سيء جداً محتاج مراجعة يعني من كل الجهات ومحتاج مراجعة إننا نقيم الجودة بتاعت الحاجات هتطلقى عملية بتعمل برقم وعملية تانية بتعمل بنص الرقم إذا ما زالتش نفسك سؤال هو دا كان سؤالي إزاي تعمل دا يعني إزاي يعني ما هو أحياناً بتبقى العملية بتامم فاتورة الدباسات عملية في بعض الأماكن قد لا والله ما بتكمل حتى فطورة الدباسة يعني إحنا بنتيجي تراجع في حاجات دلوقتي كوبز شركات أنا والله مش عارف صح ولا غلط أقول إن فيه شركات شاينيز كتيرة دخل أكتر من ست أنواع دباسات في الماركت المصري تنافس كوبي من شركات تانية مش بنعنى لعنها يعني هو فيه شركتين مشهورين أمريكيين جونسون وكوبيديان يعني أنا طبعاً هم عارفين يعني هم مش محتاجين يعني أنا مش محتاجين يعني أنا قصدي نفس الدباسة بتاعة كوبيديان هي معمولة بإسم تاني بس بكوبي تانية ونفس دباسة هم بشدوا في شعرهم يعني الشركات اللي هي الأمريكية تب مع حاجة حلوة هي لا 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 ما تديش نفس الكفاءة خالص 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 هي الصدام اللي هو طبعاً أنت عارف يعني أنت بتحط العين في ريسكي ستويش يعني أنت طبعاً أنت إزاي تجرب تكنولوجيا أصلاً مش أبروف دو وربما يكون الكفاءة بتاعته مش مش موصوف العين ما يتجربش فيه طبعاً في الأنسجة وتطحن النسيج طبعاً لها مشاكل كتير جداً لها مشاكل كتير جداً أمعرفش في المستقبل هل الكوبيس دي هيبقى لها كومبيتتور يعني على السوق أو الماركت الطبي أو يعني أمكان التخصي الطبي التخصي الطبي في المجالات المختلفة أمعرفش لكن طبعاً اللي إحنا عارفينه إن إحنا نشتغل على أعلى مستوى بالدباسات زي الدباسات اللي هي مش لازم كل ناس تعمل بيها على فكرة إنها غالية شوية في دباسات أهون شوية واللي هي الليجيسي العادية يعني بسكن FDA يعني تكون طبعاً آه يعني حاجة يعني ليه نمنقول FDA بروف ليه نمنقول إنها لازم تكون safety safety عشان دي في جهات رقبية عليها ما بتطلعش الحاجة لما تكون طبقاً calibrated بشكل جيد مقياسة معمولة صح متجربة صح مفهوم إنها مش أجبوز ساعة العملية لكن التانية دي مش هدا ما فيش أي واحدة ترقب عليهم فيش رقابة جودة ما فيش عندهم واحدة ترقابة جودة أساساً ما فيش يعني حاجة خالص وبعدين آه انت بتجاهد بقى فإن أنت آه يعني يعني إحنا 40-50% من حالاتنا عملات إعادة ما بعد عملات السمنة يعني بتعمل عملية تكميم إعادة لعملية تكميم وإعادة لعملية تحويل المصار ويبقى العيان ما عنده مشكلة كبيرة جداً إنه ما عندهش حتى القدرة المادية إنه يعالج نفسه لأنه راح في أول مرة لمكان يعني أسعاره رخيصة يعايز يوفر ويمكن معذور ما عرفش يعني بس هو الفكرة اللي حاصل النت ريزلت إنه بيعمل بحاجات غير قابلة للاستخدام وبالتالي بيحصل نتائج عكسية ويجي يصلح نفسه بيلاقي المبلغ أكتر لأن المستهلكات بتبقى مختلفة شوية وده من هنا بتحصل المشكلة أنت بتسعدني بحوارك يعني بيكون أسئلة بتتفتح الحوار بيجيب بقى لاقي إني أنا يعني عايش مع دكتور كريم جن بقطة عمليات في قطة الكشف بتخل مرضى بيسأله إزاي بيعيشوا إزاي مشاكلهم لكن في أسئلة كثيرة في ملفات كثيرة عايزين نفتحها ملفات دي من ضمنها أن مرضى السمنة بيتنصب عليهم أحيانا من جهات كثير في جهات نصب مخيفة جدا في رأيي جهات النصب وفيه جهات نصب أقول إيه هبلة هبلة الجهات النصب المخيفة اللي دكتور كريم تكلم عليها اللي هي حد مثلا يقول لك تعالي أعملك جراحة سمنة بمستهلكات نصكم ده مخيف لهم ده ممكن أعملك من ضعفات خطيرة جدا أسناء ده مخيف جدا لكن الهابلة تلي واحد يقول لك لا لا أتسيبك بقى من جراحة سمنة خلاص وتعالي بقى علجك بقى حشاب تعالي بقى ده فيه عشب مش عارف اسمه أي حاجة أي اسم هقلف لك أنا عشب دلوقتي السابردين عشب السابردين ما فيش حاجة اسمها عشب السابردين أساسا أو الكوركوم مش بطرطين أي حاجة طيب ماشي بيعملين بيسد النفس لا شيخ مع الخيار بيسد النفس ما كانش حده غلب ما كانش حده غلب الكلام ده مناسب عاكل خيار عن نظمة غزائية للناس اللي عندها شوية وزن زيادة اللي عنده سمنة مفرطة ده عنده خلال الكيمياء يجبار هنكلم عنه بعد كده انت هدفة كان انت تبيع برطة مناط فيها شوية عشاب بابتسواش تعت تعريفة وتبيعها وربنا يا كريمة كاسي دي طيب ما تيجي أفكرك هقولك على حاجة ما تيجي تكسمي حاجة تانية ما تبيع سلاطين أطباق خزف نصه كم مش مش كله يحصل إيه تتكسر يعني عن إنسان خسر إيه لكن ما تبيعش لناس حاجة تخسرهم صحتهم تقول لي تمه هو مريض سمنة مش هينضر يعني يعني ما ياخد شوية يعني جن زبيل ويدووبهم فمية أو حاجة شبه كده يعني يعني لا هتخسسه ولا هتزوده مش هتعمل له حاجة لا هيخسر حاجة كثيرة جدا العين اللي على وشك يجيله فاشل كلوي بدل ما يروح يتعالج هو ماشي على العشاب فالفاشل كلوي بيزيد العين اللي على وشك يجيله تلاف كبدي العين اللي على وشك يجيله سكر العين اللي على وشك يجيله مضاعفات من السكر العين اللي على وشك يجيله أزمة قلبية انت عملت دايح وقته ضيف العزيزة القيمة العلماء الكبيرة الاستاذ دكتور كريم صبري واستاذ جراحات السمنة والمناظير الاستاذ بكل الطب بجامعة عين شمس المدير لوحد جراحات السمنة واستاذ شوادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا رضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على الأعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاس ارسي انت بتنورني وبتمتعنا في الدكتور في الناس الحلوى بجد يعني قبولك دعوتنا وجودك معنا إضافة هائلة في هذا المجال نورتنا حسابكوا بقى معي جانين دكتور كريم الجمال دولولوزاز والصور تشوفوها بقى يعني كده على موسيقى جميلة عشان تشوفوا قبل وبعد الفرق عامل ازاي تعالوا نشوفوا مع بعض